مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم معايا لكم فيديو مقططفات من كل حاجة قبت لكم كل شيء اول حاجة معايا هذا ابريق القهوة حق القهوة النابلوتينية او القهوة الايطالية طبعا هذا ابريق حق ابي الله يرحمه امي كانوا يشربوا فيه الله يرحمهم ويغفر لهم ربي يا رب طبعا اول شيء هم معايا اهلي يعني معايا يشربوش فيه يعني اخواني وكذا لا اعطوني ايا قالوا لي خاص داميك اندي تشتياه اخودي وعملي فيه قهوتك انا احب القهوة بانواعي طبعا هوا يجي ثلاث اجزاء اول قزق شفته حطات فيبو ماء وثاني قزق من الابريق حطات فيبو ايش حطات فيبو البن او القهوة طبعا هذه قهوة حق الجهاز المقطرة حق القهوة للتقطير وبعدين تحطوا هذا الفوق يعني الابريق طبعا المشبك والمعقاء اخدت من ايكيا من زمان معايا لو فترة يعني معايا ومش داري اذا الان في موجود منه او لا بعد كده طلعنا على النار وفي بعضهم يعملوها خلاص يحطوا عليها ماء ساخن بعدين كده يقلبوها انا لا اخليها تغلي بعدين احطها على النار تغلي بعدين اقلوبها لما تغلي خاصة يطلع الدخان اعرف انه قاهزة وتشربوا الاتقهوة طبعا هذا ممكن تطلبوه ممكن موجود في المواقع زي يعني مواقع كيف اقول لكم زي اي بي اسموه او ممكن تلاقوه بموقع ترنيدو او ترنادو مدري اش اسموه في مواقع مش عارفة اساميها اساسا بس اشوف كثير يشتروا منه ممكن تلاقوه في امازون ممكن الى معايا قديم يعني جدا واساسا هم يقدمونا هذي القهوة في المقاهي الايطالية يعني هذي القهوة معروفة جدا اسمينها بوليتينية جدا لذيذة وصراحة زي اللي انجليش كوفي يعني عادي هنا كده عملتلي فطار كده توست بالتوستر كده بعدين شربتلي طبعا اني شربت نس كافي القهوة هذي كانت يعني كانت في الصباح يعني اني حب اشرب في الصباح كده مع حلو صراحة بقول لكم ياها اشرب القهوة الداكنة مع اي حاجة حلوة ممكن عندي كيكة عندي كاعك احب اشرب معا القهوة الحلوة وبالصباح افطر على نس كافي شاه حليب بس اني احب مع الاكل شاه احمر والشاه الحليب اشربوه الحالو بس اليوم خلاص شربت نس كافي كان اعيد القهوة عندي خلوني اكلمكم على هذا المقياس الحراري اني عندي اثنين واحد خلاص قدوه ما عدا اودع له خلاص وهذا الثاني اطلبتو اني من شيئين هذا حلو تدخلوا الفرن يطلع لكم حرارة الفرن اللي حق امتسح حق الحرارة حق الفرن الارقام حق الحرارة امتسحة او متعرفش كم حرارة الفرن خدي هذا طلبي جدا حلو يطلع لك الحرارة اذا هي 200-180 لو تشتري تحطي كيكة جدا حلو الصراحة انصحكم كتير في انحط داخل الفرن اي فرن كهربائي او فرن شعلة اللي معاكم وهنا وصلتني شحنة او طلبية من هيرو اللي تعرفونه القامل مربى طبعا طلبت نوعين مربى مربى الاخي خالية من السكر يعني من غير سكر مربى فيها سكر عادية اللي نستخدمه عشان نعمل فيها حلويات واشياء طبعا وشوفوا هادي اسمه فيتراك اسمه اضون فيتراك ايوة بس نفس شركة هيرو نفس الشركة هما طبعا وصلوا للبيت هذا اللي حلو انكم تطلبوا اي حاجة وصلونا لما باب البيت وصراحة التغليف ما شاء الله ما شاء الله اقولكم انشاء التغليف قلست كم افتح فيه وهنا طلبت شراب تمر الهندي هذا تخفف مع ماء يعني نفس الفيمت وكده بس بالتمر الهندي هم قابولي هدية ده شوفتنا بالفيديو بالبداية هدية قابولي مقلمية مقلمة حقا يعني مقلمية كمانه المدارس وكده شكرا والله يعني حاجة حلوة بقد وهنا شوفوا هدي أذون المرباء اللي ايوة الخالية بالسكر طعامي لديد اني لو بطلب برقع بطلب من غير سكر لانه طعامي حلو فيها اكيد فيها حلاوة بس حلاوة الشي الطبيعي عرفتوا المرباء طبيعية وبس هذي المنتقات اللي طلبتها والله كتير حلوة طبعا هنا اكيد مقاضي الاسبوع تعرفوا اني كل سبت اروح اقضي فقبت مقاضي الاسبوع اللي هو قبت طماطم وقبت كمان رمان ان شاء الله يطلع احمر الرمان قولوا ان شاء الله يطلع كل ما قبل رمان يقلي الرمان مبيض بس هذا الرمان قليل اكيد احمر واذا ما طلع ابيض رقعي قلت له خلاص ارقعه وقبت حليب بودر بالكيلو اخدته وقبت قزار وكمان كوبتشية او بوبتشية يسموني كوبتشة اللي هي الخاس واخدت الثوم الثوم طبعا سعره غالي يعتبر قالوا لي سعره غالي 100 100 جنيه الكيلو بس اخدت لما قدت اخد اني مضطرة اني اخد طبعا لازم اني ثوم فاخدت نصف كيلو اقالي نصف كيلو او ازيد منه نصف شوية فاخدته كده بخمسين تقريبا او وخمسة وخمسين جنيه وانصح كون مني نصيحة انه الثوم اول ما تقوبونه لازم تنظفوه عشان مرات يكون في با دود مرات يكون في با تسوص هداك اللي يجي معا الشعر لانهم هم يخلوه عشان يطلع الوزن تبعه وله ما ينفعش يعني واخد طبعا قزار وقلت لكم واخد خل واخد شاي العروسة واخد اثنين كيلو دقيق طيوبة طيوبة حبوبة قصدي وبس واذا تعالوا رويكم الاغراض اللي اخدت للبيت كمان من المطبخ اخد هنا طبعا هدا التيشو افضل شي فاين اللي استخدمو افضل ماركة فاين اخد دفتر للتدوين الحاجات اللي اشتريها او مقاضي لسبوع اخد هادي الملاعق كمان المدرسة اشتقت والله حنيت واخدت هادي الغلايا طبعا انا اقول لكم على هادي الغلايا لانه كانت معايا تعرفوا مع الشحن تكسرت طبعا انتم شوفوا عندي اغراض اغراض كانت معايا وخربت ورجعت اشتريها مرة ثانية لاني احتاج هادي الغلايا على طول احتاج ها حلو تغلي احكوب تغلو ماء ممكن شاه تحطوا فيها قهوة حلو جدا حلو اخذت وانا قلست تقرب تمام شوفت تمام وبعد تسخن يعني ما شاء الله بسرعة ما تاخدش تواني قدو الماء قدو ساخن لانه الكمية صغيرة افضل من هاديك هاديك تطول لما تغلي الماء لازم تعبوها اقل حاجة لنص عشان تغلي الماء لانه لو اقل من يعني عبتوها قليل ما ينفعش تخرب الغلايات الكهربائية الكبيرة فهدي افضل حاجة انه تغلي كده كوب اشتا عمل حاجة كوب كده كوب هذا تاخد كوب يعني تاخد 250 ميلي او ايوه هذا يعني حاجة كوب يكفي والصراحة حلوة عمل لي شيء احمر فيه استخدم بس غالية شوية هنا تشوفوا كمان اخدت صدور دقاج طبعا اني نظف صدور الدقاج وبعدين افرزنه كل واحد كل قطعة احطه في كيس وهدي قطعة باستخدمه لاني بعمل في بوصفة وبصول لكم اياها وبس والله هذا كان الفيديو شاركت معاكم مقاضي الاسبوع وانشاء بكون اشاركة معاكم قدر الامكان ورويكم اشتريتوا باشياء خاصة في البيت والمطبخ وفي كمان ناقصة اشياء مثل المنظفات انشاء الله كمان اذا قدت بشارك معاكم هذا كان الفيديو بالعافية ليو لكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم واترككم مع هذا الفيديو اذا حابين انزل لكم الوصفة اكتبوا لي منصوره وبنزل لكم هذه الوصفة اللي تشوفوها هذا كله اكل او طبخ هندي انا قد نزلت لكم يا وعادي انزل لكم يا تمرتانية مع تقديم كده حلو عملت في هذا الفيديو دقاق التكة تندوري يعني كان طبخ هندي وعملت البتر شكين وكمان عملت خبز النان وكده قمبه بطاطس ويعني وحاقات كده حلوة وبس شوفوه هذا الفيديو ان شاء الله فرقة ممتعة اشتركوا في القناة